موسيقى صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت ما زال تصعيد العماد عون الحكومي في صدارة الصحف الصادرة اليوم والتي أبرزت أيضا تصعيد حزب الله ميدانيا في القلمون وبين هذين العنوانين يطل عنوان النوى والإيراني والاستفتاء اليوناني وهذه المواضيع وغيرها نتابعها مباشرة من الستوديو مع الأستاذ يوسف مرتضى الكاتب السياسي والناشط أيضا في المجتمع المدني أستاذ مرتضى أهلا وسهلا فيك صباح الخير لألك ولكل المشاهدين طبعا رح نبدأ نحن وياك الحلقة اليوم بكاريكاتير من صحيفة البلد لستافرو جابرة رسم كرسي الرئاسي الأولى فاضي طبعا شاغر فيما رجلان من ثمانة واربعة عشر يتنازعان إحدى قوائم الكرسي مع تعليق الصراع على إجر الكرسي طبعا هي فعلا مشكلة بالبناء يعني نعم ومشكلة ممكن وصفة بالمأساة يعني نحن البلد فيه هامش من الحرية والديمقراطية على مدى العقود الماضي بالمؤارنة مع محيطنا بالوقت المحيط عب ينهد تحت شعار الحرية والكرامة والديمقراطية وعب يعمل ثورات من أجل هذا الشعار نحن في مين عنا عما ينصف تلك القاعدة اللي كانت موجودة نحن البلد الوحيد كان عنا الرئيس السابق اليوم عم ينصفه أسس السلطة أسس الدولة أنه فيه فراغ رئاسي ممتد أكثر من سنة وفيه حدا بيجمع بينه بين البلد يا أنا رئيس يا ما في دولة يا أنا رئيس يا ما في لبنان يعني يتنافى بالكامل مع أبسط أسس الديمقراطية أبسط أسس العلاقات الطبيعية بين البشر يعني أو أنا أو لا أحد وهذا أمر خطير وأنا رأيي يعني العماد عون هو المسؤول عن هذا الفراغ ومن يدعم العماد عون المعطي لجلسات بجلس النواب لانتخاب الرئيس منذ أكثر من سنة فريق الآخر اللي عبتتهمه بالتعطيل بيرد أنه لا الفريق الآخر هو اللي عم بعطل لأنه لا يطبق الدستور وما بيلتزم بالأنون يعني بداية تطبيق ما بيسمع للفريق الآخر هوايش صحيح بداية تطبيق الدستور ما هذا كلام مردود لصحابه بداية تطبيق الدستور هؤلاء نواب انتخبوا من الشعب وعب يتقادوا رواتب من جيبة الشعب من الشعب نعم وقالهم ما بيشتغلوا ما بيشتغلوا لك كيف هاي في نظام داخل بمجلس النواب النائب اللي ما بيحضر ثلاث جلسات ويتالي يفصل لك شو المجلس النائبي هيدا شي معين انتخاب بيفترض جلسة مجلس نواب النائب بيجي على الاجتماع طيب أكثر من سنة وشهرين نواب التكتل لتغيير والإصلاح ونواب حزب الله ما بيجو على البرلمان مين بيكون عبيعطل انه يافي عون مرشح يا لأ يا أخي ما نحن بلد ديمقراطي غالي يكون عشر مرشحين لأنه ما فيه وليكن عون مرشح بينجح صحتين عالمه أما هيك أما عون أو لا أحد أو البلد يبقى معطل هذا أمر خطير جدا ما يسبقى خطيرة هذا تهديد لوجود البلد تهديد لوجود الكيان بكل صراحة يعني ولكن هذا الكرسي الفارغ للرئاسي واضح أنه بدون طوافق ومن دون هذا البعد الإقليمي اللي قاله كل حدا ملهي هلأ بأولوياته واضح أنه الموضوع بعيد وبالتالي من الآن للوصول إلى انتخابات رئيسة الجمهورية هذه الحقبة بيشو منعمل فيها ننزل على الشارع الشارع شوارع الشارع شوارع وأنا ما بدي أقوله يعني بكل صراحة يعني العماد عون اللي إيجانا بالبداية أنه مع دولة مدنية علمانية منذ الالفين وخمسة واز يتحول إلى أخطر خطاب طائفي أخطر خطاب طائفي على الإطلاق من حيث الأفكار التي يتقدم بها اللي بيطالب بحقه وحقوق طائفته صار طائفي أكثر من طائفي بش عم يطالب بحقه ومش حق طائفته كيف؟ أولا بيصنف المسيحيين أقلية هم ليسوا أقلية دائما بيحروا يشهد عليهم هؤلاء الأقلية مهددين من مين مهددين؟ هلا بنصير بنا نعد بالأعداد هذا الموضوع مسيحيين ركيزي من ركائز لبنان هم مؤسسي هذا البلد بس تروح الركيزي بروح البلد خلي يخدوا حقا لا يقدروا يقوموا بهذا الدور شو حقا حقا رئيس جمهورية مين معطي رئيس الجمهورية؟ مش إلعون هو هو اللي يدعي بحقوق المسيحيين هو يعطي الحقوق المسيحيين وأنا رأيه دا كلام مردود ومرفوض بدنا نبني دولة مدنية دولة معطنة كفى بقى هاللعب على الغرائز كفى بصراحة يعني الجنرال عون اليوم عبدعي للشارع شو بدي يعني بالشارع؟ لا بدي يدعي أنا برأيه المشكلة مش بس عند عون مشكلة عند الفريق الثاني اللي كان لازم يدعي للشارع من زمان لازم ينزل الشارع لإجبار عون ونواب عون وإجبار حزب الله ونواب يروح على البرلمان يروح ينتخبوا يروح يقوموا بدورهم بدك الشعب ينزل هكي طالب أنا برأيي أنا رأيي القوى الأخرى كمان مأسرة بدورها القوى الأخرى المعنية واللي عم تطالب بتسيير عجلة الدولي وإحياء مؤسسات الدولي أيضا مأسرة بدورها بصراحة أنا رغم كل التعيدات المحيطة بالبلد ممكن الشارع هذا هو اللي عطاكن هالتفويد الشارع عطى تفويد لنواب صح ولا؟ نعم مش لحتى ينشل البلد اليوم البلد مشلول اقتصاده مشلول شو عم يحصل لم يبيس مسيحيين إله حكم كم كان عنده وزير شو حصل عم يحصل لإله عم يحصل لأصهرته عم يحصل للحاشي تبعه مش عم يحصل للمسيحيين وكل ادعاء من أي جهة أنه أنا بدي جيب حوق الطائفي وعم يجيب لأله وليس للطائفي طائفي بجبلة الطائفي بجبلة الأنون والدستور أطبيق الدستور الأنون هو الذي يؤمن حقوق كل الناس إذا الدولة اليوم إذا الدولة اليوم بطريقة ما لأسباب ما ما أدرى تأمن كل زعيم أو كل مسؤول أو الرئيس حزب مين الدولة الدولة هن للأسف الدولة في مؤسسات في مجلس نيابي في حكومة في رئيس الجمهورية في قضاء في أجهزة أمنية الأخرى طيب مين بيديرهم في سلطة تنفيذية مين عم بيعطل السلطة عم بقوم بدور رئيس تمام اسلام أكثر من هيك شو بده يعني تمام بس بنعم بعطل دور هذه المؤسسة أنه أنا بيجي بشترد إما بتعينه فلاني اليوم قائد للجيش أو ما في حكومة إما بت أنا بعمل رئيس جمهوري إما ما في مجلس نواب هذا كلام خطير جدا بقول أسف أنا بدي يقول المسئولي مش عام بقى المسئولي على الجمهور اللي عم يعطي عام هذه القوة اللي الحكي هذا الجمهور اللي ماشي معه على عميها هذا جمهوري زموعة وفيه فيه على مصارحه يقع مستقبل أولاده هذا الجمهور أستاذ مرتضى شايف بالجنرال هذه الصورة يلي حدا عبي يحكي باسمه يلي عم بقله ننزله على الشارع لتحصله بيهذا الجنرال عراسي وعيني اللي بيحترمه بقدره سنة التسعة وثمانين لو أن أخذهم للمسيحية لو أن أخذ البلد شو بد المسيحية حرب الإلغاء حرب الإلغاء وحرب التحرير لو أن أخذ البلد أخذوا على بالآخر تعميم الوصاية السورية علينا صح ولا لا رجع 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 إيجا شارك شارك بالسلطة وبقوة بسنة لالفين وسبعة تلاتة وعشرين كانون تاني هدد متل ما عم يهدد اليوم بالشارع ونزل بالشارع شو عمل أسس لسبعة أيار أسس لسبعة أيار الفين وثمانين ما حزب الله صح ولا لا لي صارت فيها ما صار وصار فيها بدوحة والآخرين اليوم شو بدوه كانك عم تقول هذه التجارب ما كانت على مستوى كانت تجارب بالأخير عم يدفع هو سمن عم يدفع الناس السمن وعم يدفع البلد سمن هلأ اليوم مين اليوم الظروف كمان مختلفة يعني اليوم بالنسبة له موازين قوة هي حتكون أسوأ مما كانت عليه في السابق حتى حليفه الأقرب حزب الله لا يستطيع أن يجاريه بمطلب اليوم إما صهري قائد جيش أو لا هلأ فيه دعم من حزب الله وقال لأستاذ محمد راعد فيه دعم أنا رأيي اليوم حزب الله لا يستطيع مجاراته بتعطيل الحكومة هو رايح باتجاه التهديد يا أما مطالبي يا أما ما في حكومة وقال بيقول لك حزب الله ليس له مصلحة بتعطيل الحكومة حريص على بقاء الحكومة حريص على بقاء الحكومة لأنه مستفيد من ذلك هذا موقف الرئيس برق أيضا صح المعركة حزب الله مش هون معركته ببراته هون لا نرجع أنا بتمنى من الجمهور الذي يدعي عون تمثيله هذا الجمهور بقى حاجة يفخله براسه لعون لازم هذا الجمهور يقول نحن بدنا دولة بدنا تطبيق الدستور والأنون وهن يطالب عون روح مجلس النواب روح مارس دورك الدولة تحمل جميع نعم دولة تحمل جميع مفروض هيك بصحيفة النهار اليوم العماد عون الذي يمضي بالتصعيد كما جاء في النهار وحيدا لم يحظى بأي دعم لحركته فقد علمت النهار أن البطريارك الماروني ماربشار عبطوس الراعي أبلغ رئيس التيار في اتصال بينهما أنه لا يحبض أي تصعيد ميداني على خلفية الأزمة الحكومية وكما جاء يعني بالعبارة يقول البطريارك لعون اسمح لنا بالشارع لا يريد أن تصل الأمور صحيح هذا الدليل ما عنده غطاء لا سياسي ولا روحي ولا أنا أبدأ لك يعني هو مستفيد من حالة للأسف يعني جر بعض الشارع غرائزيا تحت عنوين خطيرة صار لازم نقلع عنها لا حزب الله قدر يقف معه ويكفي معه المعركة وأن يكون بيغطي بالشكل ولا رئيس مجلس نواب يوقف معه بالعكس رئيس مجلس نواب يطالب بعودة حكومة وتفعيل عمله نائب جمبلات كمان يطالب بالتفعيل نائب وليد جمبلات هذا الفطرق ولا رأي عون يغرد وحيدا حتى سلمان فرنجي مش معه حتى مجموعة من التكتر معه لا يوافقونه على تحركه لأنه هذا تحرك ذاتي شخصي أبعاده كتير شخصية ما فيه واحد يربط البلد ومصير البلد ومصالح البلد السياسي والاقتصادي والأمنية حتى يعني هذا فيه تهديد للواقع الأمن ولكن أمدع الشارع أنا بعرف هذا البلد شو فيه أو لا تعرف شو فيه اليوم نحن محاطين بمنطقة متفجرة فيها كثير من الألغام فلات الشارع يعني كمان كتر خيروا الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية منتشرين على كل نقطة بالبلد بلنزدلوا نعبقهم بعض بلنشغلوا بأشياء ولكن بالإطار السياسي القانوني الدستوري من حق أي زعيم يعاوي يطرح مطالبه يعلي الصوت وحتى نزول للشارع بس أنه نزول للشارع متاحة بالدستور نزبوط نزول للشارع المنظم مش تحت خطاب اللي بيعملوا جبران باسيل نحن بالقوى بدنا ناخد حقوقنا نحن بالكذا بدنا ناخد هذا كلم خطير بأي سلاحة بيهدد الوزير جبران باسيل بالقوى الشعبية لأنه الحكم للشعب وهيني الوى الشعبية أي أوى شعبية هاي أوى شعبية هاي أوى شعبية هاي أوى شعبية بتستمد تستمد متخذني يعني على آضايا بتخص الوطن مش بتخص عون وآل عون تبهي ما تخذني آل عون أو عشيرة عون هلا إذا حد عب سمعنا من التكتل أنه لهذا الدرجة صار الموضوع مع فوق للأسف هاي أنا أتألم من ذلك بس للأسف صار هاي عند رأي العام اللبناني كله أنه عون لبنان يساوي عون ونقطع السطر في عون في لبنان ما في عون ما في لبنان هذا كلام خطير جدا كنا عم نحكي عن موقف النائب وليد جملاط وأيضا اليوم في موقف لوزير الزراعة الأستاذ أكرم شايب بصحيفة المستقبل يلي حاوروا الاستاذ صلاح تقي الدين يقول أنه الوزير شايب يحذر من تدعيات التصعيد العوني على الساحة الوطنية قائلا إنما يقوم به عون في هذه المرحلة الخطيرة التي يشعر فيها كل اللبنانيين بلهيب النيران المشتعل من حوله يفتح الباب واسعا أمام الحريق ليصل إلى الداخل ومعربا في المقابل عن قناعته بأن الحكومة باقية ومعولا في ذلك على تغليب الحس الوطني لدى الشركاء في الوطن الذين لن يجارعون في جموحهم هذا كلام مسؤول هذا كلام مسؤول كلام حريص على مصلحة البلد وعلى مصلحة الشعب وهو نبدو معقول يعني بعد في عنا هالقطاع عبينتج بالبلد الزراعة أنه اتخذ قرار بالحكومة لتسهيل التصدير لأنه ما كانوا موجودين الوزراء لكينا موجودين لكينا موجودين واتخذ القرار وهني موجودين بس إما بيوافقوا هني أو بيظلوا معطل البلد هذا أمر يأمس حياة المواطن العادي وبما فيهن العونية بما فيهن مواطنين عونيين كيف يمكن أن يوافقوا على مثل هذا القرار المواطنين لعندهم ولاء العون والمزارعين مزارعين من كل المناطق بما فيهن أنا أقول لك من أتباعهم بما فيهن أتباعهم بكرة هولي اللي عنده انتفاع بجرود كالسرواني ولا شو بيعملوه وين بيصدروا التاجون هول ما بينزلوا على المظاهرة يعني مفترض الناس ترجع شوي تفكروا من رايحة لازم نتفكر من رايحة استاذ صلاح السلام بصحيفة اللواء تحت عنوان مناقشة هادئة لخطاب منفعل يقول أنه يبدو لأن العماد عوني يسر على أخذ المسيحيين خاصة واللبنانيين عامة إلى مغامرة ثالثة لا تقل عن مغامرته السابقتين وحضرتك حكيت حرب التحرير وحرب اللغاء والتين انتهتا بكارثتين على البلد وعلى المسيحيين بشكل خاص وأنه يعني الجواب عند الجمهور المسيحي أولا وأخيرا على رأي الجمهور المسيحي هو جمهور لبناني أصيل جمهور المسيحي جمهور لبناني أصيل وهو أكثر تمسكا من أي أحد آخر بمصير لبنان مستابل لبنان والجمهور المسيحي لا يمثل الجنرال عون جمهور المسيحي له موثلين عامين هو يمثل هو يمثل في الجمهور المسيحي نعم ولكن ليس هو الجمهور المسيحي وبالطالي لبنان ليس مسيحي ولبنان ليس مسلم لبنان وطن لكل اللبنانيين وما بيقرر باستقبله مصيره حدا بيمثل بهذا الجمهور أو بذلك الجمهور بيمثل هذا الجمهور البلد مؤسساته مثل مجلس النواد مؤسساته عم بتهر عم بتهر نتيجة هذه بطل في تمثيل لا لا عم بتهر نتيجة هاي المواقف لبعض أطراف السلطة هاي المواقف اللي ضار ببعرض الحائط بوجود الدولة عم بتحكي عن الجميع مش باش بس على الطيات على رأسهم مش عالعون عالش أنا برعي اليوم في قضية مركزية بالبلد منها مننطلق هي انتخاب رئيس جمهورية مجلس النيابي منذ سنة وشهرين هو هي منعقدة لانتخاب رئيس هو المدخل لفتح باب الحل نعم هو المدخل لفتح باب الحل لأنه معط المؤسسة أساسية بالبلد رئيسة الجمهورية مؤسسة بغض النظر شو بيحكوا عن صلاحيات وراحة صلاحيات لا رئيسة الجمهورية مؤسسة أساسية بالبلد ركيزة أساسية بالبلد وبالتالي تعطيلها عم يجر تعطيل بالشيء ولكن ممكن إذا إجا رئيس يضل هذا الجو ما يقدر يشتغل يعني كانه ما إجا هو بيكون بس قاعد رمز على الكرسة مجيء الرئيس يمهد لإمكانية البحث الجدي بتشريع آخر ضروري هو إقرار قانون الانتخابات إقرار قانون عادل للانتخابات وفي الدستور نعم وفي الدستور شايف كي لحتى نعمل انتخابات نيابية هاي الطبقة السياسية صار بدا تغيير هاي الطبقة السياسية معطل الدولي والبلد هاي طبقة السياسية حير البلد بس أني مرتحين مبصول أني مرتحين طبعا من شو صير عليهم مش ولادهم عم يتهجر عم يتهجروا ولاد العالم نعم مش مؤسساتهم عم يتسكر روح نزل على الداونتان في بلد شي مخيف نعم يعني الاقتصاد معطل تجارة معطلة عم يعطل الزراعة هلأ الزراعة يعني بعد المحل العالم تمكن تاكل منه عم وقتل قبل ما توقف مع استراحة حكيت أنه عن شارع المسيحي والتمثيل لجنرال العون ولكن جنرال عنده حليق الاتصالات وحوارات مع القوات ومع الكتائب ووزير الفرنجية حليفه هل وافئين معه؟ هو لا يختصر يعني كل الشارع المسيحي فيه بس هاو دي اللي عم يحوارهم يعني القوات اللبنانية ولا الكتائب وافئين معه؟ مش هم وافئين معه فهما هاو دي بيمسلوا الشارع المسيحي ورفضيه فكرته وما أنه نمجارينه بين هالموقف راح نتابع معك استاذ يوسف مرتضى هذا الحوار بعد توقف الاستراحة أولى ابقوا معنا مشاهدين نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة مباشرة مع الأستاذ يوسف مرتضى ولكن قبل ما نتابع معك الحوار بالاستيديو معنا عبر الهاتف وزيرة شؤون المهاجرين معالي الوزيرة أليس شبطيني صباح الخير صباح الخير معالي الوزيرة بين جبال حضرتك بجبال وجوني والمهرجانات وكلمات السيدة مجد الرومي والحرية في مهرجان على الطريق حيصير قريبا وهو المظاهرة والتحضير لساعة الصفر لانطلاقة كما جاء بالسفير أمر اليوم من الرابي للتحرك في الشارع نعم احتفال من نوع آخر فضلي أنا بكتفي بالأول أني أنا ضد المظاهرات بالشارع كفى الشعب اللبناني تأخير بالحل الأوحد وهو انتخاب رئيس جمهوري يلي أعينته على الصلاحيات خليه سلم هالمركز وخلي هو بالفعل يمارس صلاحياته إذا كان هو الأقوى والأنسب لهالمركز ما في لزوم لا لشارع ولا لغير شارع الشعب كله بدباء من الخلط مع الوزيرة استاذ ضيفنا واليوم استاذ عون الكعكي حكي أن الوزراء المسيحيين وينهم بمجلس الوزراء ليش سكتوا وبالتالي كأنكم مفتوح المجال يعني للوزراء تكتوا لتغير والإصلاح هني أرروا بمجلس الوزراء يا بيكفوا يا بيعطلوا يا بيشتغلوا يا لأ أنا ما بقدر أفرض على حدا إراستي هني حرين يعني بالدني أنا بيعطي رأيي رأيي المتوابع ويلي كل واحد بيتصرف على زوجه نعم مع الوزيرة حدود التحرك في الشارع برأيك شو الأهداف التي يمكن أن تتحقق من التحرك في الشارع على صعيد كما يقول الجنرال والطيار حقوق المسيحيين والمطالبة بالمساواة والمشاركة بالحكومة ليس عزل أنا غير مؤمنة من الأفضل كنت تسأل حدا من الثيار لأن أنا غير مؤمنة بجدوى هذا التحرك ولكن أسلوب المطالبة أنه ما حد عبرد على التكتل بمجلس الوزراء وحتى الرئيس السلام وبالتالي لم يبقى إلا الشارع لحوة ليش بدك تتطلع على طلب تعيين قيادة جديدة للجيش ما بتتطلع أنه نحنا كان موقفنا منه سلبي نهائيا وبيسوا نكون معهم وبيسوا نكون ضدهم بي نحنا مندرس كل بقصة الدورة الاستثنائية لمجلس نواب نحنا كل موضوع مندرسه ومنيخد موقف منه مش صحيح أنه نحنا دايما عادتهم أبدا أبدا هن إذا كانوا بدون يعتبروا حالهم ضدنا نحنا منعتبر حالنا وسطيين ومستئلين و إذا كانوا منقدر ننسق بي لتسنين ما منتأخر نحنا ما عنا مواقف سلبية أبدا يعني كمبدأ نحنا ما عنا مواقف سلبية مصبأ للنقاش ولكن اليوم أليس من حق الجنرال أو تكتل إذا كان لأحاله في إجحاف بحقه يطالب حقوقه يلي مثل ما ذكرنا هي حقوق المسيحيين يعني يعني يأدينا مشاكل على الترقات وبالبلد بيطالب وبينفذ بالطرق الديمقراطية والقانونية والدستورية هلا هو بيعتبر التظاهر حق لألن بسعين على قلبن بس أنا بعرف شو الشعب عم يفكر يلي حوالي هني ضد هل تصرف مش أنا وحدي شوف الشعب بيقول كفا 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 بدنا ناكل ونشرب وبدنا حاج نوقق في الطرقات وحاج نشوي بكرة تذكير الطرقات وإن شاء الله إن شاء الله ما تتذكر الطرقات إن شاء الله الناس ما توقق بالشمس وإن شاء الله الناس ما تتعب وإن شاء الله يوصل على هدفه بس أنا بنظري ما في جدوى من هل ما في جدوى بنظري إيجابي لمصلحة الشعب اللبناني والشعب المسيحي بالزيد نعم الكلام اليوم أنه عن التجارب قبل للجنرال عون بموضوع الحروب قبل حرب الإلغاء حرب التحرير وإنعكاسها كان على المسيحيين واليوم أيضا هناك كلام أنه هذا قد ينعكس فعلا على المسيحيين وعلى دورهم وبالتالي هون حضرتك وزيرة المهجرين رح نرجع إذا بقيت وزيرة وبهد الحكومة رح ترجع تشتغلي على موضوع تهجير جديد أنا ما بدي استبق الأمور وقول شو بدو يصير أنا ما بتكحن ولا بحب قبل بوقت يمكن بدرس وبقول هالشي منيح أو بدو يوصلنا لهون أو ما منيح أنا بتفضل حل مشاكلي يوم بيوم وعلى مدى بعيد ما بعرف الحقيقة كانه في جدوى من هال يتصرف نعم في اجتماع لمجلس الوزراء بعدكم في اجتماع الخميس المقبل ما تبلغتوا أي شيء جديد نعم نعم ما في شيء جديد مبدئيا أكيد بدو يتير في نقاش جديد أكيد نعم يعني هيدا اللي بتوقعه بعد يومين ثلاثة بس ما بقدر اتوقع بعد يومين ثلاثة لحد الآن الدعوة قائمة لمجلس الوزراء ما تغير أكيد أبدا نعم على كل حال جبايل وكل المهرجانات يمكن هذا الوجه الآخر للبنان ومن خلالك تحية لرئيس البلدية لستاذ زياد حوات شكرا لألك معالي الوزيرة زياد شبطين يعطيك ألف عام أليس شبطين على هذه المداخل شكرا قالت موقفة أنه مبدأي مع النقاش ومش بالشارع صح رغم الحق أنه في حق حق كل مواطن يقول رأيه شو ما كان رأيه توافق عليها بتعترض عليها وحقه يعبر عنه بالأشكال المتاحة بالدستور وبالأنوم بيما فيه الشارع بس ما تفضلت الوزيرة شو بيعمل الشارع اليوم بزبوط أنه ناقصوا البلد تسكير ناقص يعني البلد قطع طرقات وتعطيل مصالح ما بيكف معطل المصالح ولوين بتودي وشو المطلب أنه المطلب اليوم بدنا نلغي أرار أحدث الحكومة لدعم المزارعين لتصدير منتجتهم بدنا نعطل الدولة إما بتعين وقائد جيشي اليوم وأنا الذي أريده أو لا بتعطل الدولة متى كلام خطير مبدأيا نفهمنا أنه مجلس الوزراء قائم قائم لحد هلأ ما مصال أي تعديد وقائم رئيس تمام سلام فعلا على صبره وعلى حسن إدارته للبلد وعلى حسن إدارته للمرحلة الصعبة كثير على صبره وقفه جمع الماضي خلص أطع أطع خلص بس صبره على الحكي كمان وعلى الانفعالات وعلى الانفعالات طيب بصحيفة السفير اليوم في أسئلة تقول بالسالونات السياسية يعني أنه من النوع يلي ماذا يمكن أن يحقق النزول إلى الشارع مثل ما سألناها لمعال الوزيرة وهل تمت دراسة وافية للجدوى السياسية منه مثل ما قال إذا كانت التظاهرات والتجمعات المليونية الشهيرة التي نظمها حزب الله والطيار الحر على مدى أشهر في ساحة رياضة الصلح لإسقاط حكومة الرئيس فوادي السانيورة المبتورة كانت لم تنجح في تحقيق أهدافها بفعل خطوط حمر مذهبية وأقليمية كما جاء بالسفير فكيف لتحرك هو أقل حجما ويفتقر إلى روافد من الحلفاء أن يحقق النتيجة المرجوة صحيح استنتاج مية بالمية مية بالمية صحيح وانتهى ذاك الاعتصام الذي امتده لسنة ونص تقريبا ومع الخطوط الحمر انتهى للأسف إلى سبع أيار إلى صدمات مسلحة بالشارع وانتهى إلى اتفاق الدوحة اللي الجنرال العون باتفاق الدوحة فرض علينا أنون الستين ورجع يقول أنون الستين ما بدي يا بدي أنون أرتدوكسي رجع يخلنا البلد على القبلية كل واحد ينتخب من مذهب وطيفته بعد شوية حيقلنا كل واحد ينتخب من عائلته وهلأ رجعنا على الفيدرالية يعني عب يطلع بشعارات ليس من وراءها إلا انهاء وجود الدولة اللبنانية لكن استاذ مرتضى هذا كلام خطير عندما يطرح جنرال العون المبادرات أكثر من مبادرة المشكلة أنه ما حدا يعني عملوا جولات على المعنيين وعا كل الأطراف كان في محاولة للنقاش ما كان في تجاوب مع كل الطروحات من أنون الانتخاب إلى موضوع الاستفتاء إلى موضوع انتخاب من الشعب إلى غيره من المبادرة يعني أي مبادرة على القليل المناقشة لا مناقشة قل لا على مع مناقشو يعني اللي بيعتبروا ألد أخصاموا القوات اللبنانية يفاتين بحوار وعملوا اتفاق نواية مع بعض مين مع مناقشو طيار المستقبل فتحوا له البواب عريضة جدا وحاوروا بس ولكن جنرال العون عنده معادلة وحيدة إما بتمشي فيها أو بتكون أنت عدو هي أن لبنان يساوي عون طب هادي ما حدا بمشي فيها يا عون رئيس يا ما في لبنان يعني هذا ما بصير نعم بتقليل مطالب الجنرال العون ما احترام بس الرئاسة بعيدة هلا أستاذ مرتضى الكل بيعرف هنشي ممكن ما تكون بعيدة مش وقتها ما ممكن ما تكون أنا اسمعت كلام كمان يعني أنه فيه أفريقاء دوليين فيه تحرك جديد فيه تحرك جديد حتى الفاتيكان دخل على الخطر أنا أقول لك فيه الروسي تحديدا وهذا مشتر السفير شوقي أبو نصا سفير لبنان في موسكو عمل خبر وكتب في جريدة الأخبار أنه روسيا اللي تعهدت للفاتيكان بحماية المسيحيين بالشر وكذا هي حريصة جدا على الاستقرار بلبنان طيب وحريصة على انتخاب الرئيس المسيحي بأغربات ممكن مزبوط وأنها بعثت برسالة من هذا النوع إلى إيران لرفع يد عن هالموضوع لتسهيل انتخاب الرئيس المسيحي بالمنطقة طيب هذا أزعج العون وأنا بدي لك هذا ردود فعل العون هي تقوين على هذا الكلام لأني كمان في هذه الإشارة أنه مش كتير مرحبين وحتى سموا أنه مش عون الرئيس نعم يعني بدى رئيس توافقي طيب يعني حتى سموا بالاسم عشان هيك مستنفر الجنرال هلأ إذا روسيا وإيران اتفقوا على هيك شو أقدموا بأخير يعني فينا نحنا يعني هذا لذلك عميق الأولى عنه أنه ممكن يصير فيه شي مع تقدم بتوقيع على الاتفاء الغربي مع إيران على نواوي نعم تفتح ملفات إقليمية ويكون من بين هذه الملفات موضوع الرئيسي باللبنان إذا الرئيسي اللي دي جاء مفتوح فبالتالي هو هلأ يعني معتمر الاستحقاء عبكرة وطيب عالي أخي وانتي خليك مرشح عظيم وانتي عم تقول بمثل أكثري وطيب مع غيرك تفضل على المجلس وينتخبوك وصحتين على المجلس طيب إذا الرئيسي هلأ بمكان آخر علي قليلي نحصل على قيادة الجيش أو أنه أي موقع عمني آخر ما حدا قال له لا هو على للأسف للأسف يعني بالطريقة التي أدار فيه هذا الموضوع فيه إنسان أنا ما بعرفه اللي هو صهر وشام الروكوز أنا ما بعرفه بس ما بعرف حدا إلا بيشيد فيه طبعا وبيناقبيته بكفاءته بس يا أخي حرقه اليوم إذا بدك تقول اليوم بده يطلع قائد جيش حزبي إنه هذا ولاقه حزبي ومعين حرام بعدين فيه آليات دستورية لش بل منتبعها لقائد الجيش بعد فيه ثلاث تشهر ثلاث تشهر قيادة الجيش والجيش عم يخود معارك كتير خطيرة على الحدود بكل المحلات بيصوها هيك نمس من معنويات الجيش اليوم محطينه على الطاولة قائد الجيش لازم يفل ما بيصير هالكلام وهي المسئولي الوطني عند الجنرال عون بيتحمل المسئولي بهاللحظة الحرجة ما لفيها لبنان إلى جانب ما جاء في السفير أيضا اليوم بالأخبار أستاذ إبراهيم الأمين يكتب أن هناك معضلات تواجه انتفاضة الجنرال عون ويسأل أنه متصل هذا الموضوع بالدور للحليف المرتقب من حليف العمد عون حزب الله الله ليس له مصلحة لكن كأنه في هذا الكلام عم بقوله الحزب يعطيه موقف أنه بعد ما فهمنا منك شو الموقف عاكل حال موقف الرئيس بري موقف الرئيس بري أكثر تعبيره من أي بحث عن موقف حزب الله من الحكومة يعني علاقة الرئيس بري بحزب الله وطريقة التعبير عن موقفه من ضرورة سير عمل الحكومة من ضرورة أخذ قرار بعقد دورة سنة المجلسية هذا أيضا يضمر موقف حزب الله بهذا الجانب وبالتالي عزب الله من علاقته بالتحالف مع حزب مع التيار بسيره بالشكل ولكن بالمضمون لن يجاريه ليس له مصلحة بتعطيل الحكومة نعم هذا واقع الحال فيه اتصالات برأيك عم بتصير حاليا فيه قبل فيه قبل يوم الخميط طبع طبع فيه محاولات لتهدئة ليعادة ترتيب الأمور واشتراك وزراء التيار بالحكومة بشكل طبيعي ويوقف على رأيهم الواحد ما حدا ضد طرح رأيهم وفكرتهم بس انه ما بيصير تعطيل اما بتوافق على البدنية او ما في شيء استاذ شارل جبور بالجمهورية يتحدث عن هذا الموضوع عن موضوع انه ما يقوم به الجنرال عون من تصعيد سياسي بعد اسقاط ألية العمل الحكومي والدعوة الى مجلس وزراء وزراء جديد وبالتالي يقول استاذ جبور من الأجدى المبادرة باتجاهه باتجاه جرال عون ليس على قاعدة الخضوع للابتزاز انما لتجنيب البلد الانزلاق نحو الأسوأ ايه عم يفوضوا بس شو بده وهو مشكلتك انه هو عنده مطلب غير قابل للتحقق غير قابل للتحقق نعم ما عم يخده ويعطي على اساس مستبعد حصولها اذا التعينات مستبعد حصولها خلينا نسير أمور الناس نعم مجلس وزراء يبحث بالأمور الحياتية للعالم نعم مثل ما اخده قرار بموضوع التصدير للمنتاجات الزراعية فيه أمور اخرى بتخص الناس بكتير من المجالات لك رواتب ممكن ما يسير اذا كان بتظل معطل الحكومة فيه تحضيرات البنك الدولي والقروض الأوروبية اللي حطير فوتوا بهاي الأمور يا أخي جلسة الستنائية موضوع الدورة الستنائية وين سوريد الجنرال وكتلتوا بهذا الأمر جمهوروا وينوا من هالسؤال وينوا من هالسؤال جاء أخي اليوم الأضايا السياسية معلقة بالوضع الإقليمي الكبرى مش هيك فيه أضايا الناس وحياتها ومشاكلها من الراتب للإنتاج للسياحة للتجارة للأخري للأضايا للديون بس هون كانك عبتول للناس اهتموا بشؤونكم بهموكم اليومية وينسوا القضايا الكبرى يعني اللي هي بالآخر فيه كرامة فيه حقوق فيه سياسة فيه صح يعني اليوم اللبناني بدي أقلك بصراحة اللبناني مسيس حتى العظم ما في حدا يتضحك عليه بس مش حسابه يعني مش أنه موتوا من الجوع ليوقع عارف اللبناني أنه هاي طبقة سياسية قصمة كبيرة منها مرتهن للخارج عم بتشغله ومتتغله ومتتغله مش بييده عم بتستغله فلذلك هاي الناس بتعرف نعم انطروا ليقولونكم معلميكم شو بتعملوا بالآضايا الكبيرة بس حلولها مشاكلنا المباشرة اليوم أيضا في ظل هذا الذي يجري كان طرح الجنرال عون موضوع الفيدرالية وبموضوع بصحيفة الديار فيه كلام عن هذا الموضوع أنه أغلبية المسيحيين من كل الفرقاء من القوات لرئيس جميل للوزير الفرنجية مع هذا الطرح لأنه الأمور يبدو مش راك مثل ما هو البلد هايك هذا التماذج وهذا المسيح اليوم لبنان أنا برأيي لبنان نعمل له دستور انطلاع من اتفاق الطائف عب يعتبر نموذج نموذج لتسويات البلدان المشتعلة اليوم سوريا والعراب والآخرين هذا كان لم يطبق اتفاق الطائف دستور الطائف لم يطبق أنا برأيي دستور الطائف هو مثال ونموذج للواقع اللبناني الذي يستطيع ان يؤمن حقوق كل مكونات المجتمع عبر مجلس شيوخ ويؤمن الانطلاق الى دولة مدنية حقيقية نعم للأسف مطبق واليوم مطلوب تطبيق الطائف واي خلل بهذا الامر وانا رأيي اي مطلب يتجاوز هذا الموضوع وتعمل مأتمر تأسيسي او بدنا نعمل ما بعرف شو هذا حرب اهلية جديدة نعمل حرب اهلية 15 سنة لانتجت هذا الدستور هذا الدستور اجت وصاية سورية ما طبقته بعد 15 سنة نعمل حرب نعمل هذا الشيء ليه نتعلم من التجارب نتعلم من التجارب خلال نطبق الدستور ونشوف وين الخلل فيه نحن عم نطبق من عدله بالنقاش نعم 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 استاذ محمد شقير بصحيفة الحياة يقول انه تحريد الجنرال عون يفرد بأوريقه الرئاسية كما يقول انه ايضا الهجوم على شريك الآخر بالحكومة وعلى الرئيس تمام سلام ويلي حليفه ودعمه وطيال المستقبل يعني يفرد بكل هذه خسارته بكل المواقع علما انه كان هناك حوار وكأنه يدعي الى تغيير وسيلة التحرك باي شو بدو يتحرك جنرال عون يعني ما في يكون رئيس في لبنان وهو على خصومي وعلى مش خصومي بس فاتح معارك مع كل العالم ما بصير يعني وانا الاقوى لانه ما في حدا يلغي حدا بدك الجميع يكونوا لك حق شيء من اهدافك يعني ما عمل بالسياسة يقدر الاخر يقول فعلا انه جنرال عون اذا كان بسدة الرئاسة حياخد البلد نحو الاستقرار والودوء حكينا عن اللهيب في المنطقة كما قال وزير الشهيب والحرائق المشتعلة ومنها مؤخرا معركة الزبداني يلي جاء في صحيفة الحياة انه القوات النظامية مدعومة بحزب الله دخلت الى هذه المدينة الاستراتيجية يلي هي بوابة لدمشق لانه فعلا كانت يعني المعارضة او الثوار او المجموعات كانت هي مستلمة الخط الحيوي وهذا شيء كان يعني تعمل يعمل النظام على استرداده بالحقيقة هذا الموضوع يعني معنى الميداني انا ما بدي فوت فيه نعم لكن انا فين يقول انه المنفذ الوحيد البري لسوريا على العالم الخارجي هو طريق الشام الدولي ايه واللي الزبداني بتوقع على كتف هذه الطريق واللي محتلتها قوى المعارضة هلأ هاي الحرب فيتوا حزب الله والجيش النظامي على هالموقع وطلعوا منه هذي حرب كر وفر قلنا اربع سنين وهي السنة الخامسة ممكن تستمر بعد عشر سنين نعم بسوريا حل عسكري ما فيه لا حزب الله يدر ينتصر هو الجيش النظامي ولا المعارضات السورية يدر تنتصر بالاخر بسوريا في حل سياسي وانا رأيي الحل السياسي الذي يجري طبخه الان على نار شوي اعلى من السابق منطلق من قواعد جينيف واحد جينيف واحد بتأكد على سلطة انتقالية على حكومة انتقالية عند كامل الصلاحيات وهذا بيعني كامل الصلاحيات يعني خراج السلطة الامنية والعسكري من ايد الرئيس الى ايد الحكومة الانتقالية ويجري البحث جديا بهذا الامر متى ما بعرف ولكن هاي الحرب كل يوم هنسمع انا احتل زبداني كانت قبل سنتين مع الجيش النظامي لكن الكلام اليوم بحي جوبر بدمشق وموضوع الزبداني اليوم لانه فعلا يقال معركة دمشق اقتربت واهمية الزبداني كما يقول انا رأي طبعا اصحاب الارار امريكا رحكي بصراح امريكا وروسية وايران يلي هن مع النظام فيما يعني ما بدون نظام من هار تركينه لا يقلقوا البديل لانه ما في بديل تركينه لا يقلقوا البديل رحنتاب معك استاذ يوسف مرتضى ومن ازماتنا الاقتصادية ما جارى مؤخرا في اليونان قد يكون مثل ما في هذا الاطار بعد توقف الاستراحة ثانية ابقوا معنا مشاهدين نتابع معكم مشاهدين القسم الاخير من كلام بيروت مع الاستاذ يوسف مرتضى الكاتب والمحلل السياسي وايضا الناشط في المجتمع المدني بموضوع اليونان والاستفتاء بلا واحدة وستين واكتر فاصل خمسة بالمية من الشعب اليوناني قالوا لا للاجراءات للاتحاد الاوروبي او تقشف ارمان حمسة بكاريكاتور النهار تحت عنوان استفتاء اليونان رسم عملت اليورو حد عم يقطعها والتاني صارت حرف لا اطعوا بدون شك في مشكلة كبيرة يعني العلاقة بين اليونان والاتحاد الاوروبي نعم يعني وصلت نسبة الدين على الدخل الوطني اليوناني مية وستين بالمية نعم وعجزوا اليونانيين عن سداد قصم من الدين طي وهي المفاوضات جيري يعني اتحاد الاوروبي البنك المركزي الاوروبي والاخرين ما عم يقدروا نوصلوا لصيغة الا اعادة جدولة الدين وعادة جدولة الدين عم تراكم فوائد ايضا كبيرين وبالتالي هلأ الشعب اكله لعنى وصلت لجراءات مزبوطة طالت كل الشرائح انا رأي هذا الاستفتاء اللي عملوها الابلونان اول نتيجة فيه هي اعادة تأكيد شعبي تسيبرس يعني 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 اذا بدك هو عمل استفتاء يقول انا لازلت عمل استفتاء الميلتين الميلتين اوكي اثنين هو عم بيحط نتيجة الاستفتاء بوجه الاوروبي والمانيا تحديدا والمانيا تحديدا ادعو لانتفاوض هذا ما قوي في شعبي بعدكني انا نظلنا بالاتحاد الاوروبي في قصة من الديوم بدنا تعفون منه فيه اجراءات معينة حتى نقدر نسير الامور وربه امام سؤالي كبير هلأ اما ان تمشي بمساومة وتسوي مع الحكومة اليونانية حكما اليوناني بده ياخد وانا سمعت بصريحات المانية ايه كان حاسي الرد نحن نحترم ارادة الشعب اليوناني نأخذ معين الاعتبار ارادة الشعب اللي صوت باكثري لا 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 تتقش هلأ هذا هل ترجم اللي هالموقف هل هو حيكون تقديم تنازل من قبلهم لليونانية او لا هوني قصة بسيطة هلأ قد يكون بالنسبة لليوناني والشعب اليوناني اليوم بين الدراخمة العملة اليونانية الاساسية والايرو في فرق كتير الايرو عملة قوية دراخمة عملة ارخص بكتير مع عدد ممكن ما بعرض زي حيكون خيار الشعب اليوناني خروج من منطقة الايرو والعودة الى الدراخمة باعتبار انه هيدا بيسهله حياته اكتر ولكن هل اليونان قادر ان تخرج من منطقة اليورو بصراحة انا صعب جواب من يقف مع اليونان يعني من يلي بدأ يدعمها اليوم انا بس مع ترحيب روسي بس انا من يعرف الروسي كيف فيه احتضل اليونان يعني الروسي اللي هو عنده مشكلة اقتصادية بموضوع الحصار والاسعار النفط والعقوبات نعم ما بعرض انا بعتقد كمان الامريكي مرتاح ومبسوط كمان الامريكي بيهموا الاتحاد الاوروبي يفرط يفرط يتفرفت او عنده مشكلة او عنده تعيدات كمان يعني كل واحد له مصالح كله عم يلعب كله عم يلعب شو العبرة من اللي صار باليونان نحنا من لبنان شو ممكن ناخد منها انا رأيه العبرة الاساسية انه يكون في رأي عام تبه رغم كل شي في رأي عام للأسف في لبنان ما في رأي عام العبرة انه نحنا يكون عندنا مواطن لبناني مش مسيحي وشيحي نالا حنعمل استطلاع رو لا باستطلاعنا مين استطلاع عند المسيحي مين اقوى لا بعدين وطني حي سيدي نعم بالوطني فعلا هاي عبرة هاي عبرة مهمة انه يكون في شعور بالمواطني ومسؤولية بالمواطني ورأي عام يقول لأ و ايه رأي عام فقط حكومة وجاب حكومة نعم بازمة لونان يقول انه تحت عنوان هذا الذي جرى بالليونان والاستفتاء قد يحمل الخير لاوروبا كما جاء في مقال بصحيفة الواشنطن بوست لديف أجناتيوس ويقول انه هذه الملامح قد تكون موضوع الاستثمار وموضوع الاموال وسداد الديون باوروبا قد تكون ايجابية ايه انا اقول ممكن هلا بنتيجة الاستفتاء وشعور الدائنين انه هذه قد تؤدي عبكرة بعد اسبانيا في البرتغال ايه البرتغال ميشي على نفس الطريق ايه بعد اليونان عفوا بعد اليونان وممكن بعد في البرتغال تيجي اسبانيا يعني والتالي هذا حيقود الى تفكك الاتحاد الاوروبي اذا كان لم توضع اليد على الجرح مضبوط ويعادة جدولة الديون ترتيب الديون يعادة ترتيب البيت الاوروبي اذا صح التعبير عادة ترتيب البيت منطقة الايرو وانا رأي الواشنطن بوست مبسوطة هوني بس بدي صلح مش بالواشنطن بوست بس صحيفة الشرق الاوسط كان المقار بعدنا كتير واشنطن بوست مبسوطة ماشي يعني نحن بنرجع بختام الحلقة كما بدأناها بموضوع الداخل اللبناني التحرك قائم وايضا الدعوة لمجلس الوزراء قائمي وبينياتن هناك نوع من الاتصال بعتد امنيت الشعب اللبناني اي واحد من المواطنين لاي جهة سياسية انتما نحن منعيش بالبلد منعيش بالمجتمع المدني ومنعرف شو خواطر الناس امنيتن ان يكون في دورة طبيعية بالحياة بالمؤسسات الدستورية رئيسة الجمهورية والحكومة ناس بدأ مصالحة تسهيل شؤونه تسهيل اموره ناس تعبت من هذا الصراخ اللي كل واحد عم يفتش مش على الحصة تبعه مش على لا تبع طايفته ولا تبع البلد بالوعد تفتش على مصالحه الشخصية والعالم عير في ذلك بس للأسف ما في ما في محفزات لإمكانية توحيد جهود الناس نحن انا انشط في المجتمع المدني في اكثر من اطار جبهة المدنية التأثير المدني نحن عم نعمل جهد صراحة لمحاولة تجاوز هذا الانقسام العمودي على اضايا مذهبية وطائفية وتوحيد جهود الناس على المصلحة على المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا ربما نعمل شي يعطيكم العافية ان شاء الله حدا تاني يعمل مثلكم ان شاء الله لا فيه حراك هلوك نعم لانا عم نشط فيه جوابه وفيه استجابة ان شاء الله خير شكرا لك أستاذ يوسف مرتضاء الكاتب والمحلل السياسي وأيضا كما ذكرت المجتمع المدني على وجودك معنا اليوم الشكر لمعالي الوزير أليس شبطيني على المداخل وللمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة